حضرتك كمان أستاذ حسين الحقيقة معروف عنك تحمسك بشكل كبير جدا لأدب السيرة الزتية وده كان إيه سببه برضو يعني هل لأن هي بس نجحة ولا بيكون عند حضرتك وجهة نظر تانية غير بس نجحة لا هو كناشر يعني أنا بتكلم عن وجهة نظر كناشر كناشر أولا إحنا يعني إحنا أسسنا دار النشر سنة 2020 من 3 سنين وكان يعني إحنا في السنة الثالثة من عمر الدار حاليا يعني طبعا سوق النشر سوق كبير جدا وفيه عدد كبير من دور النشر فدايما لما بيكون الواحد داخل سوق جديد بيكون مهم جدا يكون ظاهر بملامح مختلفة عن اللي موجود إيه الجديد اللي هو هيقدمه أو إيه اللي هيديفه إيه اللي هيديفه بزبط فأنا دي حاجة الحاجة التانية أن السيرة الزتية والمذاكرات أنا على الناحية الأخرى يعني دارس قانون ودارس بيزنس ومتخصص في الهومن ريسورس يعني فكرة التنمية البشرية وفكرة قصص النجاح اللي في حياة الواحد وإزاي الواحد يكون عنده موهبة ويقدر يدير هذه الموهبة علشان يحقق أهدافه يعني بخلاف ممكن الناس يكونوا عندها موهبة كبيرة جدا لكنها لا تجيد إدارتها فبتحقق أقل من آخرين ممكن يبقوا أقل في الموهبة ولكن عندهم ملكة الإدارة بشكل كبير وكقارئ من صغري أنا مساحة المذاكرات والسير الزاتية بتؤثر فيها شخصيا حالتك بتحبها بحبها وملهمة بالنسبة لي في حاجات كتير وفعلا أثرت في تكوين الشخصية وهي لازالت لحد دلوقتي المنطقة اللي أنا كقارئ شغوف بيها إلى حد كبير خاصة لأن الواحد دايما لما بيختار كتاب عن السير الزاتية بيبقى بيختار كتاب عن حد بيحبه حد عايز يعرف عنه حد عايز يعرف أسراره يعرف حكايته؟ أو ممكن يكون مش بيحبه ولكن هذا الشخص عمل حاجات كتير جدا بتستدعي أن احنا نتوقف برضو عند خلفيات حياته بشكل ما ترجمة نانسي قنقر